موسيقى حقيقة أن الأمر يتعلق بالدورة السادسة لمنظمة العمل المغاربي في سياق الجامعتها الصيفية التي سبق وتناولت مجموعة من المواضيع الهامة والحارقة كالشباب والتنمية الشباب والمشاركة السياسية الشباب والتطور الرقمي الشباب والعدالة المجالية وأيضا المرأة والتنمية هذه السنة اخترنا موضوع الهجرة والشباب بالنظر إلى ما تطرحه ظاهرة الهجرة من إشكالات وأيضا فرص فحقيقة أن الكثير من الباحثين تعاطوا مع هذا الموضوع من زوايا مختلفة اليوم نستضيف مجموعة من الباحثين والخبراء في هذا المجال لكي يسلطوا الضوء على الظاهرة من حيث الفرص التي تتيحها أمام الشباب على مستوى تحقيق التنمية على مستوى المساهمة في استحضار تجارب أخرى يمكن أن تكون مفيدة بالنسبة للبلدان المغاربية وأيضا الإشكالات التي تسترحها على مستوى هجرة الكفاءات وأيضا على مستوى الهجرة السرية التي أصبحت تودي بالكثير من الأرواح وتمزق أحلامهم وتحولها إلى أشباه حقيقية أو إلى شبه حقيقي خصوصا مع التطورات التي شهدها العالم على مستوى النزاعة التي تعرفها القرى الإفريقية والتي جعلت المغرب أو عدد من البلدان المغربية من بلدان مصدرة إلى بلدان مستقبلة لهذه الظاهرة ولذلك نأمل في أن نفتح نقاشا بناء يطرح مجموعة من التوصيات الكفيلة بالتعاطي العقلاني مع هذه الظاهرة وعدم رميها أو عدم جعلها كشماعة يعني خصوصا مع تصاعد اليمين المتطرف في أوروبا إلى ظاهرة إنسانية حضارية طبعا كلنا يعرف أنها ساهمت في التنمية ساهمت في حوار الحضارات ساهمت في تلاقح الشعوب وتلاقح التقافات هجرة الشباب من المغرب هي ظاهرة اجتماعية مستفحلة لا تقتصر فقط على الهجرة السرية والهجرة الغالنظامية وإنما هناك عدة أنواع من الهجرات خصوصا هجرة الأدمغة والكفاءة هذه الظاهرة هي تشكل مصدر قلق كبير للمغرب لأنها عبارة عن استنزاف طاقات وموارد بشرية المغرب يتكلف ويتكفل بتكوين هذه الطاقات وهذه العقول ولكن في نهاية المطاف هذه العقول تقوم بالهجرة إلى بلدان متقدمة للبحث عن فرص أفضل للعيش والبحث العلمي إلى معير ذلك بالنسبة للمشاركة التي سأقدمها اليوم هي عبارة عن دراسة لهذه الهجرة هي هجرة الأدمغة وبالخصوص الهجرة النسائية لأن إلى حد اليوم هجرة الأدمغة هي ذكورية بشكل كبير بينما هجرة النساء أو الكفاءات النسائية هي هجرة قلة ما نتحدث عنها ولا نجد بيانات دقيقة ولا نجد دراسات معمقة عن هذه الهجرة من ناحية المنظور الجنداري لهذا يجب أن نقوم بتعزيز البحث في هذا المجال لنقف ونصلط على دور هذه النساء في التنمية الاقتصادية باعتبارها كائن اقتصادي وليس فقط كائن اجتماعي بالنسبة لدورها في الهجرة مداخلتي بعنوان اللاجئون والمهاجرون في نطاق القانون الدولي الإنساني حيث أتناول بالتعريف والتمييز بين مصطلح مهاجر ولاجئ وسأتطرق إلى مسألة حماية القانون الدولي الإنساني إلى المهاجرين واللاجئين هل يمنح القانون الدولي الإنساني الحماية للاجئ هل يمنح القانون الدولي الإنساني الحماية للمهاجر خاصة أننا كلنا نعرف أن القانون الدولي الإنساني أو ما يسمى بقانون النزاعات المسلحة أو قانون الحرب يشمل مجموعة من القواعد القانونية المتعلقة بحماية الأشخاص الذين توقفوا أو لم يشاركوا في الأعمال العدائية زمن الحرب بالإضافة إلى تقييد وسائل وسبل طرق الحرب وأعتقد أن تناول موضوع الشباب والهجرة موضوع حيوي حساس خصوصا في ذل عدد تزايد المواجرين الغير شرعيين من المنطقة المغاربية إلى أوروبا أو إلى الضفة الأخرى من المتوسط وستشهد الملتقى مشاركة عديد الخبراء في مجالات مختلفة القانون علم الاجتماع من عديد الدول ونتمنى أن تلقى النجاح كالعادة كما عودتنا منظمة العمل المغاربي وشكرا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس